عندي مدخلة مع أحد مسؤولي وزارة الزراعة من حوالي ثلاثة أيام كنا بنتكلم على القصة دي كنا بنتكلم أن أسعار الدواجن إلى حد كبير مستقرة فالزيادة عكس البيض اللي هو نط نط غير عادية برضو بدون مبررات فالحياء الراجل اتكلم على فكرة الأعلاف اللي بتتناولها هو ده أحد الأسباب يعني اتكلم على الموضوع بكل تفاصيل ولكن فيما يتعلق بالسعر الحاجات المطروحة تابعة الوزارة هي فرنج 62-65 سواء بيض أحمر أو بيض أبيض طيب حتى لو 65 مش 55 زي ما بتقول الغرفة القائرة النور ده فمن 65 لـ 90 يعني عندك 25 جنيه في الكرتون الوحد ده لا يرضي ربنا بس سيادة 90 دي مش في كل الأماكن برضو يوسي السلمان عشان نكون عادلين يعني في بعض الأماكن بقى ممكن تقول مستوها الاجتماعي أرقى يعني اديها أي تسمية حتى لو أرقى بس مش ده المعمم مش مبرر لرفع السعر لا طبعا ما بنقولش ده مبرر آه أنت عندك سعر سلعة لها سعر عادل محسوب فيه نسبة الربح بالنسبة لك كمنتج أو كتاجر أو كباع أي حاجة فلا يجب أنك أنت تتجوزها المساحة دي كلها يعني من 55 لـ 80 أو لـ 90 كتير وهنا لا يجب أن نعتمد على ضمير التاجر ولا أمانته ولا أخلاقه لأنه تجيب نسبة كبيرة ما عندهمش إنما الفيصل أو الحكم الحكم هو على الأجهزة اللي وظيفتها كده روح لها هي مضمونة وكويسة وبحيث أن أنت برضو تردع التاجر عن الزيادة الرهيبة اللي هو بيشتغل بيها والله ده بعض مهم بس أنت ده سلوكنا احنا نعمله عشان نواجه الأزمة بشكل فردي أولا صحيح ده هنا في جزء من المسؤولية على سلوك المستهل أنك فيه ناس يقول لك طب إذا لقيت سلعة سعرها مرتفع تشترهاش وحسب نظرية العرض والطالب هيروح سعرها نازم بس إنت لو أنت مشترهاش غيرك هيروح يشتريها برضو يعني عايزة سلوك عام أو جمعي من الناس وإحنا بنقول للناس بنوجههم إنه يبقى إذا أنت رقيت سلعة يعني سعر الكارتون التلبية ده اليوم وخمسة وخمسين طلع ياخد طواء الواحد لو قعد أسبوع من غير ما يأكل بيته مش هحصل له حاجة لكن في نفس الوقت هينزل أو هنخفض سعر السلعة دي تفكر البامية لما وصلت مية جنيه ولمون ولمون أسعار كانت كوميديا يعني تسأل إيه الساب يعني إيه اللي يخلي طبعا بيبقى لها علاقة بما يسمى بالعروة أو العروة اللي هي بيبقى في ذا مواسم المحصول لكن جزء كبير منه أيضا راجع للمستهل ترجمة نانسي قنقر